عزيزي الإنسان عند تناول الطعام ودخوله إلى المعدة الجدار أو البطانة الداخلية للمعدة تفرز ما يسمى بحمض المعدة أو حمض الهيدروكلوريك هذا الحمض يؤدي إلى تفتيت جزئيات الطعام إلى جزئيات صغيرة جدا ويساعد بهضم الطعام بشكل جزئي وتحويل البيبسينوغين إلى البيبسين ومن ثم هضم البروتينات ومن ثم تحويل البروتينات إلى أحماض أمينية هذا الحمض إذا ارتفعت نسبته عن المستوى الطبيعي عن مستوى أكبر من اثنين لأنه مستوى الطبيعي ما بين الواحد والاثنين ضمن المعدة إذا ارتفعت نسبته عن المستوى الطبيعي يؤدي إلى تآكل جدار المعدة ومن ثم تشكل القرحات ويؤدي في مراحل متقدمة إلى السرطان وإلى ثقب جدار المعدة فإذا خرج من المعدة إلى المري يؤدي إلى قرحة المري وإذا خرج من المعدة إلى الاثنى عشر الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة يؤدي إلى قرحة الاثنى عشر بالنسبة لي حموضة المعدة ترتبط بشكل وثيق بهذا الفيديو اللي حابب أركز عليه هو بالعامل النفسي فإذا كان هناك ارتفاع للضغط النفسي الهموم الغموم وكذلك الأمر الأرق والقلق والتوتر وعدم القدرة على النوم في الليل كذلك الأمر السهر المتواصل وشرب المشروبات الغازية والكحولية والأرقيلة والتدخين وكذلك الأمر تناول المعلبات وتناول الطعام ومن ثم النوم يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى حمض المعدة مما يؤدي إلى تآكل جدار المعدة وإذا خرج عن المستوى الطبيعي ودخل إلى الأمعاء الدقيقة يؤدي إلى قرحة الاثنى عشر كيف نميز بين قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة قرحة المعدة إذا كان الألم في الجزء العلوي إلى الجانب اليسار وهنا أنا أصور بالكاميرا الأمامية فإذا كان الألم بالجزء العلوي ومن ثم إلى جانب اليسار ويحدث بعد تناول الطعام مباشرة ألم شديد فهو يعبر عن قرحة المعدة أما إذا كان الألم في الجزء العلوي إلى الجانب اليمين وكذلك الأمر نشعر به أثناء فترة الصيام أو فترة الجوع لفترات طويلة من الزمن أو عدم تناول الطعام لفترات طويلة من الزمن فهي تعبر عن قرحة الاثنى عشر هنا أنصح بإيجاز أنصح بالابتعاد عن مصادر الضغوط النفسية لا تأكل وإنت معصب أو متوتر نفسيا ولا تنم وأنت متوتر نفسيا حاولوا دوما تناول الطعام فترة الهدوء النفسي طبعا وعدم التفكير والنوم أيضا ضمن فترة الهدوء والابتعاد عن مصادر الأرق والقلق وتوتر الضغط النفسي يدمر الجهاز الهضمي وننصحكم دوما بشرب شاي البابونج وشرب شاي البلسم الليمون وشرب عصير أو مشروب جذر أو عرق السوس أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته